اشتركوا في القناة سيؤدي الى النزول رغم تألقه على مستوى مسابقة كأس العرش التي بلغ دورها نصف نهايذ سيضرب موعدا مع الرجاء البيضوي المسابقة التي تمني فيها جماهير سندباد الشرق عودة فريقها الى مناصة التتويج التي غابت عنه لسنوات اذا مولودية وجدة الفريق المثقل بالانجازات في وضعية صعبة يعيشها في تحديه لضمان البقاء في القسم الاول معولا بذلك على كتيبة بشرية معظمها من الشباب تحت قيادة المدرب فوزي جمال الذي يبدو متفائلا رغم تموقع الفريق في اسفل الترتيب العام مولودية وجدة فريق عريق يعاني في اسفل الترتيب يصارع من اجل البقاء في قسم الاضواء رهان كبير لفريق اغلب لاعبيه شباب الفوتر يعني المستقبل سفري بليفلو في ذا الازمة اللي كينا الازمة بعد دابور لان هات السنة بدينا بدي جون ما خستطعناش باش نمتدبو غادروا تلتاش لعب الترتيب جوار اللي كانوا تيتولير دابحنا كان لعبو بيونيكيب جون أصغر فريق ولكن لمجورة تدي جوار ما كانوا شي لعبو واحد تسعة وتسعين في المياه ما كانوا شي لعبوه السنة الماضية وكان الفريق حتل المرتبة تلتاش والحمد لله يعني دابا هات السنة استطعنا باش ننبحون قتل لان كلشي الناس كانوا ينتظرون بان نفلالي يعني نودعو البطول القسمة نقول معاناة لا تعكس التاريخ الحافلة بالألقاب والأمجاد للمولودية تاريخ تألق تذكره سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كتب فيها مولودية وجدة تاريخه الحافلة بالإنجازات جماهير المولودية الشغفة تنتظر بفارغ الصبر عودة المولودية لكتابة أمجاد جديدة في الوقت الذي تتطلع فيه الجماهير لتحقيق البقاء في البطولة المغربية يتجدد الأمل في المنافسة على كأس العرش وتحقيق إنجاز تتنفس من خلاله السعادة نحن لكالعابة كأسطاف كإدارة ما رادينش على المستوى لكن لوصل للفارغ وشي كعرف الوضعية لكتمر من الفارغ مولودية هالشي كنا عارفين وحنا من بداية السنة عارفين شغي يكون هالشي كنا موجدين لي وحاجة واحدة اللي كنا نريد أن نوصل للجمهور دياننا هو السنة ديانة في أي وقيتها خاصه يزيدي شجعنا حيش حمعنا الدراري صغار بزاف وعدنا الغيابات عدنا الإصابات الدراري بزاف نحن عارفين الضروف اللي كنا كنتمر في الفاريق ورغم ذلك احنا مضحين بزاف دي الحواج على قبلة الفاريق هذا كنت من الجمهور يجي سنة ما يوقف معنا في هذا الوقيتها نحن نرى كنا من الجمهور يجي سنة مولودية وجدة على موعد مع الرجاء الرياضي في نصف نهائي كأس العرش في رحلة البحث عن اللقب الخامس اتسبق للفاريق أن توجى بكأس العرش أربع مرات كما تتضمن خزائن النادي لقب البطولة المغربية في مناسبتين ولقب السوبر المغربي هي ألقاب تزين خزائن المولودية والبحث جار عن إعادة التواهج لمولودية وجدة أحد أقطاب كرة القدم في المغرب وفي عاصمة الشرق وجدة جماهير مولودية وجدة مستاءة من جهتها من وضعيات النادي الذي مر بأزمة ما ليثرت على مردودية الفاريق الذي كان بالأمس قريب إحدى الفرق الكلاسيكية التي يضرب لها ألف حساب سواء على مستوى البطولة الوطنية أو مسابقة كأس العرش مولودية دبارها في أزمة وراها مقبل التالية وراها تلعب على الطيوح أنه خصها فلوس مولودية باش تدير حلم حاجرة لعابة كاملين مخالصين مدرب مخالصين واحد ما كيش قتل على الفارق مولودية رها في أزمة أزمة بزع أزمة يعني ما ما طحش فيها تقدرش تكون قاعد في تاريخ دي الفاريق نادي المولودية وراها تلعب في أزمة أزمة هذا العام وراها في الطيوح الجمهور دائر الإعليع لك تشوفك تلاحظ في التيرانات الجمهور دائما كاين وتعبارات نيبلاس موياسة ركاين أذي وشادي نقول لكم مولودية وجدارها في الطيوح ونتم ناولها تكون مزيانة وطالعة ولكن ما شاء الله وشادي نديرو مولودية فارق ممتاز يعني الضرف التالية اللي يمر بها صعيبة مبغينا شعليه يعني خصنا للجمهور للمؤطرين ديال نادي ووقفوا 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 مليحة يعني الشابب ديالة اللي كي يلعبوا كوي رياد العابدة كي يديرو جهد ديالهم وذلك شيء يبقى على المؤطرين وكدمنين هادي هادي ماك الجمهور رأى داير معها كل شيء راهو راح حاضر في أي حاجة أذمة ولا كل شيء راح حاضر مولودية رأى ها ما تماش بصها يبدلون لها فلك الشكام ما عجبتنيش رأى معدبانا رأى معدبتا ولا ديش حال موحد رأى مشي ويجي ومعهم دي بلاسيب وما كاين والهم ساكن خاصهم يبدلون لهم مدرب يبدلون لهم كل شيء واه ديما امسيهم يبدلون لفرقازين وبسه ما كاي يعني ما كايش اللي كاي لعب عليها مدرب مولودية وجدة فوزي جمال تحدث لميكروفون بديا انتباعان الوضعية المالية للنادي والتحديات التي يواجهها في الفترة الماضية لتحسين هداء الفريق كما تحدث عن البرمجة التي أثرت على سندباد الشرق بالنظر الى محدودية التركيب البشرية التي يتوفر عليها احنا بقي للحد الان يعني كان كانت قاتلوا ادنا دي جوار اللي ضحاوا بزاف هاد السنة يعني فضل زمال اللي كاينا ضحاوا بزاف كانوا ثلاثة دلمكاتي بديجا المكتب الاول اللي جا كانت لجنة مؤقتة اللي استطاع باش يسير الفريق واحد تلت شهر مزيان كانوا اللي صالير في الوقت اللي بريم كانوا في الوقت واحد المرحلة فراغ يعني بعد انتهاء اللي جنة المؤقتة داست واحد تلت شهر تريدي في سيل لعلى اللي نحنا لعلى اللعابة وهي اللي خلقت واحد الأزمة واحد تركمت في هاد أخيات السنة ولكن بكل صراحة اللعبة مضحين يعني من فرق القلائل في المغرب اللي مدارو زيرو غريف يعني منظل في الأفراق اللي عندهم أزمات يعني المولو ديال وجدها مكانش كي يشتغلوا يعني غاي يكملوا السنة ديالهم في الفوتور احنا ما عارفين ان شاء الله نتمنهم يعني الازمة هاد الازمة تسيرية تسقاد احنا عارفين بأن المولو ديال وجد عندها دوسيا ونفو ديالي تيج في الفيفا نظن واحد المرحلة نظن واحد المرحلة كانت صعبة علينا اعلاش انا قلت في اللي قول باننا احنا معدناش ان في كتف تريزاتو في معدناش بزاف اللي عبادنا 1-13 وعدنا ديجون كي يتطوروه يعني كي يتطوروه والمرحلة صعيبة باش تدخل ديجون لان المرحلة صعيبة باش تدخلوهم فاضل المرحلة وكانت البرمجة شوية صعيبة حتى او نفو جيوغرافيك المولو ديال وجدية بعيدة المولو ديال وجدية كان هدراع المدينة وجدها مدينة صعيبة وعدنا بوكو دياليال وفي ذاك الدرف مدينة صعيبة بزاف او لهذا كنت قلت انا كنت تدرتيني رياكسون قلت بيانا واش غا نكملوا البطولة في ظرف تلت شهر لانو كمشينا بدأ كل ريتم ستا ديفيسيل وحنا يعني إلا بغينا ننفكروف المنتوج الكوراوي ونهزوم المستوى ما نقدوش اللعبو بدأ كل ريتم فهذا فضل الوقت الراين ولكن كنت في أول سنة وتحتاط لبرغراميشون في أول سنة تحتاط يعني احنا كنتم كنترينير نفا سادابتين على هذه البرغراميشون ولكن لا تقديش يعني بحال تلعب مقابلة والأسبوع المقبل حتى نفو نفو ديال بلانيفيكاسون فهذا مشاهدينا نأتي الختام هذا المواعد الرياضي شكرا حسن المتابعة في أمان الله